اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء طلبة جامعة الاسراء في محاضرة جديدة من مساق هندسة البث الاعلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الاقسام الرئيسية الثمانية لترددات الطيف الكهرومغناطيسي حيث ان انظمة الاتصالات تستخدم موجات الراديو وموجات المايكروويب لما تتمتع هذه الترددات بمواصفات ارسال تتلاءم مع العديد من التطبيقات ثم تناولنا بعض المفاهيم العامة والهامة في الاتصالات مثل عرض النطاق الترددي الباندويد وحكينا ان هذا المفهوم في الاتصالات عبارة عن الفرق بين اعلى وادنى قيم التردد يمكن ان تحويه تلك الاشارة ويقاس بالهيرتز لكن هذا المفهوم له معنى اخر في الشبكات والانظمة الرقمية ويمكن ان يشار اليه بانه كمية البيانات التي يمكن ارسالها عبر اتصال معين في فترة معينة من الزمن ويقاس بالبيت في الثانية وتناولنا ايضا الفرق بين البيت والبيت حيث ان الواحد بايت يساوي تمانية بيت واخر المفاهيم اللي توقفنا عندها هو مفهوم التعديل الموديليشن اللي يعتبر من العمليات المهمة جدا في الاتصالات وهو عبارة عن تحميل اشارة المعلومات ذات التردد المنخفض على اشارة حامل ذات تردد مرتفع اللي هتحمل نفس تغيرات اشارة المعلومات ونحتاج للتعديل لامرين الامر الاول هو سهولة الاشعاع التعديل الموديليشن بتساعدنا في ارسال موجة كهرومغناطيسية بكفاءة لانه ارسال موجة منخفضة التردد نحتاج لطول هواء كبير جدا وغير منطقي لذلك نتجه الى تحميل الاشارة المنخفضة اللي هي اشارة المعلومات وتحميلها على اشارة ذات تردد عالي لكي نتمكن من ارسالها من خلال هوائي ذات طول منطقي ايضا نحتاج التعديل لانه بمكننا من ارسال عدة اشارات في آل واحد دون اي تداخلات وفي القسم الاخير من المحاضرة السابقة تحدثنا عن الاشارات وانواعها اللي بتنقسم الى اشارات تماثلية واشارات رقمية وحكينا ان الاشارات التماثلية هي تمثل نفس الاشارة في الطبيعة مثل الاشارة الصادرة عن مايكروفون الهاتف او الاشارة الكهربائية الصادرة عن مصدر الكهرباء اما الاشارة الرقمية فبتكون صيغة البيانات فيها سفر او واحد مثل اشارات الصادرة عن الحواسيب او انظمة الاتصالات الرقمية واجرينا مقارنة بين انظمة الاتصالات الرقمية والتماثلية وحكينا ان الانظمة الرقمية تمتاز بالجودة والكفاءة العالية وهي اقل عرضة للتشويه وفيها امكانية لتصحيح الاخطاء كما ان انظمة الاتصالات الرقمية يمكن بث عدد من القنوات على تردد واحد في محاضرة اليوم سنتناول قنوات الارسال السلكية وانتشار الموجات الكهرباغناطيسية والهوائيات تحدثنا في احدى المحاضرات عن انظمة الاتصالات وان احد عناصرها هو الوسط الناقل او القناة اللي هي عبارة عن الوسيط اللي بين المرسل والمستقبل واللي من خلاله بتم نقل الاشارة تحدثنا ان هذا الوسط ممكن ان يكون وسط سلكي او لا سلكي تتميز القنوات السلكية باستخدامها لوسائل مادية ملموسة للربط بين المرسل والمستقبل ويمكن تقصيم خطوط الارسال السلكية الى الانواع الرئيسية التالية اولا خطوط الاتصال الثنائية خطوط الاتصال الثنائية تتكون من زوج من الاسلاك النحاسية بقطر معين غالبا ما تكون هذه الاسلاك مغطاة بطبقة من البلاستيك لاغراض العزل وعدم التماس بين السلكين ما يميز هذه الخطوط الثنائية هي البساطة وبالتالي قلة التكلفة وسهولة التركيب والتوصيل وتستخدم هذه الخطوط في الشبكات الهاتفية لخطوط المشتركين والتمديدات المنزلية وشبكات الكمبيوتر المحلية اللان وهناك انواع مختلفة من هذه الخطوط الثنائية مثل الخط الثنائي المفتوح وهذه الاسلاك بدون عزل يعني هذا تعتبر اول انواع خطوط الاتصالات المستخدمة في العالم منذ عام 1877 في الوقت الحاضر لا تستخدم النوع الاخر هو الخط الثنائي المجدول بتميز هذا الخط بقل التأثر بالتشويش الخط الثنائي المجدول غير المغلف حيث لا توجد طبق التغليف معدني فوق الاسلاك ويستعمل في شبكات الكمبيوتر الخط الثنائي المغلف واللي بتكون من زوج من الاسلاك النحاسية المحاطة بالعازل والمغلفة بطبقة معدنية بسموها الشيلد الشيلد اللي بتمنع تأثيرات الضجيج او تأثيرات الضوضاء الخارجية على الخط او خروج الاشارة من الخط وتأثيرها على المحيط المجاور من الخطوط هناك عدد من السلبيات للخطوط الثنائية اهمها الفقد العالي هذه الخطوط تفقد الكثير من قيمة الاشارة المرسلة من خلالها السلبية التانية انه هذه الاسلاك تعمل على ترددات ليست عالية مما يعني الحصول على عرض نطاق ترددي صغير السلبية الاخرى هي التداخلات الكهرومغناطسية هذه الاسلاك لا تمنع بالشكل المطلوب حصول التداخلات الكهرومغناطسية والسلبية الاخيرة هذه الاسلاك لا تعتبر امنة في نقل المعلومات ثانيا الكابل المحوري كو اكسيال كابل تصميم الكابل المحوري جاء للتخلص من سلبيات الخطوط الثنائية كما هو موضح بالشكل الامامكم الكابل المحوري بتكون من موصل داخلي وموصل خارجي من النحاس يفصل بينهما عازل لتوفير الحماية للكابل يحاط بطبقة خارجية سميكة من مادة البلاستيك او المطاط تسمى الغلاف الخارجي تتميز الكابلات المحورية بعدة ايجابيات اولا بتعمل هي على ترددات عالية مش زي الخطوط الثنائية تتميز ايضا بالبساطة في الاستخدام والتركيب وتستخدم لفترة زمنية طويلة يعني حوالي من 12 ل 15 سنة نظامها المغلف والعازل بيقلل من حصول التداخلات الكهرومغناطسية لكن ايضا هناك برضو عدد من السلبيات اهمها هو الفقد العالي ما زال هذا الموضوع كرر في الكابلات المحورية ايضا من السلبيات محدودية القدرة الكوابل هادي برضو الها قيمة محددة من القدرة اذا تم تجاوزها ممكن يؤدي الى احتراق الكابل من ابرز استخدامات الكوابل المحورية هي الاستخدامات المنزلية مثل الساتليتات او الدشات الكوابل اللي بتربط الساتليت او الدش مع الريسيفر ايضا تستخدم الكوابل المحورية في نقل المعلومات بين المقاسم الهاتفية كما انها تستخدم في توصيل خدمة البرامج التلفزيونية للمشتركين والتي تسمى كيبل تيفي اخيرا الالياف البصرية اوبتيكال فايبر تعتبر الالياف البصرية ثورة نوعية في مجال قنوات الاتصالات السلكية لما تتمتع به من ايجابيات كثيرة تصنع الالياف البصرية من مواد عازلة من الزجاج او البلاستيك وتكون ذات اقطار صغيرة جدا طبعا هي سميت بالالياف البصرية او الضوئية لانها بتمرر الضوء خلالها اللي بيقوم بحمل المعلومات ونقلها عبر نظام الاتصالات بينما سميت الالياف لصغر حجمها يعني سمكها رفيع جدا هو اقل من واحد مليمتر يعني الليف الزجاجي سمكه بصلى مية وخمسة وعشرين مايكرو متر تتميز الالياف البصرية بعدد كبير من الايجابيات اهمها ساعة الارسال العالية جدا يعني عرض النطاق الترددي واسع بمعنى ان معدل ارسال البيانات خلال الالياف الضوئية كبير جدا ايضا تتميز بالفقد القليل من قيمة الاشارة بخلاف الخطوط الثنائية والكوابل المحورية ايضا ايه الالياف البصرية تقريبا لا تتأثر بالمجالات الكهرومغناطسية لان اصلا مصنوع من مواد عازلة تمتاز ايضا الالياف البصرية بصغر حجمها وقلة وزنها ودرجة الامان فيها عالية حيث لا ينتشر خلال تيار كهربائي ايضا من الايجابيات انها لديها درجة عالية من السرية في نقل المعلومات ابرز استخدامات الالياف الضوئية لاتصالات بعيدة المدى اللي بين المدن والدول والقارات ايضا تستخدم في الشبكة الهاتفية من خلال ربط المقاسم الهاتفية بالمنازل او بالمؤسسات تستخدم في نقل برامج البث التلفزيوني عبر الليف البصري وايصالها للمشتركين كما انها تستخدم في شبكة الاتصالات الموبايل والاتصالات العسكرية تسير الموجات الكهرومغناطيسية في الفراغ بسرعة الضوء وعلى شكل خطوط مستقيمة لكن عند انتقال الموجات الكهرومغناطيسية وانتشارها عبر اوساط مختلفة فان هذه الموجات تتعرض الى العديد من الظواهر مثل الانكسار والانعكاس والانحراف وقد تعاني من ظاهرة التداخل والخفوت او الضعف سوف نوضح هذه الخصائص على النحو التالي اولا الانكسار الانكسار يحدث عندما تمر الموجات الكهرومغناطيسية خلال وسطين مختلفين في الكثافة اللي بصير انه اتجاه شعاع الموجة الكهرومغناطيسية بيتغير بحيث ينتقل بين الوسطين بشكل مائل او منحرف كما هو موضح في الشكل اللي امامكم الظاهرة الاخرى او الظاهرة الثانية هي الانعكاس الانعكاس بيحدث عندما ترتطم الموجة الكهرومغناطيسية على جسم له ابعاد كبيرة مثل الانعكاسات الناتجة عن سطح الارض او المباني والجدران اذا الانعكاس هو تغيير الموجة الكهرومغناطيسية لاتجاهها في نفس الوسط نتيجة لسقوطها على حاجز يفصل هذا الوسط عن وسط اخر يختلف معه في الخصائص الكهربائية الظاهرة الثالثة هي الحيود او الانحراف وهي مقدرة الموجة الكهرومغناطيسية على الانحراف عن العوائق اللي بتوجهها هان الموجة تنحرف بشكل سليم بدون فقد ما بين ظاهرة الحيود او الانحراف وما بين الانكسار في ظاهرة الحيود بتنحرف الموجة بشكل سليم عن العائق بدون فقد لكن في الانكسار الاشارة تفقد من شدتها التداخل التداخل احد الاشكاليات اللي بتواجه الموجات الكهرومغناطيسية وهي عبارة عن اختلاط موجتين او اكثر عند تواجدها في نفس المكان والزمان طبعا هذه الموجات بتكون متقاربة في التردد وهذه الاشكالية اللي حكينا عنها انها الاذعات المحلية في قطاع غزة بتعاني منها بتعاني من مشكلة التداخل الظاهرة الاخيرة هي الخفوت او الضعف او ضعف الموجة الموجات اللي بتتعرض للانكسار في طبقات الجو العليا او الانعكاس عن سطح الارض بتضعف وبتخفت وبالتالي هي تتغير وبالتالي تتغير شدة الموجة الكهرومغناطيسية اثناء انتقالها في الفضاء اذا الخفوت هو تغير في شدة الموجة الكهرومغناطيسية وهذا التغير يكون نحو الضعف طرق انتشار الموجات الكهرومغناطيسية نحو الثاني توجد طرق عديدة يمكن ان تنتشر بها الموجات الكهرومغناطيسية يعتمد انتشار الموجات الكهرومغناطيسى بشكل اساسي على امرين الامر الاول تردد الموجة والامر الثاني طبيعة وسط الانتشار تصلنا في الموجات بحسب انتشارها الى ثلاثة انواع النوع الأول الموجات الأرضية أو السطحية والنوع الثاني الموجات السماوية والنوع الثالث الموجات الفضائية الموجات الأرضية أو السطحية سمعت بهذا الاسم لأنها تنحني وتتبع سطح الأرض عند انتشارها وهي تستخدم نطاق الموجات المنخفضة التردد Low Frequency والترددات المنخفضة جدا الموجات الأرضية إلها مشكلة مع الترددات العالية لأن كل ما زاد التردد كل ما زاد الفقد في طاقة الموجة وبالتالي هي أكثر مناسبة للترددات المنخفضة والمنخفضة جدا الموجات الأرضية لها استخدامات عديدة في مجالات الاتصالات البحرية والاستكشافات الأرضية أهم مزايا استخدام الموجات الأرضية في عملية الاتصال أنها يمكن أن تستخدم للاتصال على مسافات بعيدة تصل إلى 4000 كم علشان هيك هي تستخدم في الاتصالات البحرية الميزة الأخرى هي لا تتأثر نسبيا بالتغيرات الجوية من عيوب هذه الموجات إنها تحتاج لطاقة إرسال عالية والهواء المستخدم يكون ذو أبعاد كبيرة إضافة إلى محدودية النطاق الترددي المتاح للاستخدام الموجات السماوية الموجات السماوية هي الموجات اللي بيتم بثها نحو السماء وتنعكس داخل طبقة الايونسفير في الغلاف الجوي لتعود ثانية إلى الأرض طبقة الايونسفير سمكها حوالي 350 كم كل الموجات اللي ترددها أقل من 30 ميجا هيرس بتنعكس من الطبقة هذه إلى الأرض لكن الموجات اللي أكثر من 30 ميجا هيرس هذه تخترق الطبقة وتخترق الغلاف الجوي وتنطلق إلى الفضاء الخارجي تستخدم الموجات السماوية بكثرة في البث الإذاعي حيث يمكن أن تنتشر الموجة إلى مدى يصل إلى 4000 كم أهم مزايا استخدام الموجات السماوية في الاتصال إنها بتحقق اتصال لمسافات بعيدة أيضا لا تحتاج لقدرة كهربائية عالية في الإرسال وهي قادرة لتوفير عدد كبير من المحطات الإذاعية أهم عيوبها تتأثر الموجات السماوية بالظروف الجوية أيضا لا يمكن استخدام أنظمة الاتصالات التي تحتاج لعرض تردد كبير النوع الأخير من الموجات هو الموجات الفضائية تنقسم الموجات الفضائية إلى قسمين الموجات المباشرة والموجات المنعكسة من الأرض الموجات المباشرة هي التي تنطلق من هواء المرسل لتصل بشكل مباشر إلى هواء المستقبل ويمثل هذا النوع من الموجات غالبية الموجات الفضائية المرسلة الموجات المنعكسة من الأرض هي التي تصل إلى هواء المستقبل بعد انعكاسها عن الارض كما هو في الشكل ويمثل هذا النوع من الموجات النسبة الاقل من الموجات الفضائية في الموجات الفضائية يشترط في عمليات الاتصال وجود خط رؤية النظر بين هوائي الارسال وهوائي الاستقبال يعني لازم الانتينة تبع الارسال تشوف الانتينة تبع المستقبل بدون اي عائق بينهم مزايا هذه الموجات هي درجة الاستقرار والوثوخية العالية الميزة الاخرى هي النطاق التردد المتاح لنقل المعلومات كبير يعني فيه امكانية لنقل المعلومات بشكل اكبر من عيوبها مكلفة اقتصاديا وتتأثر بالاحوال الجوية كالمطر والثلي الهوائيات يحتاج اي نظام اتصال لاسلكي الى هواء ارسال لبث الموجات الكهرمغناطيسية كما يحتاج ايضا الى هواء استقبال لتحويل هذه الموجات الى اشارات لتحويلها الى المصادر الاولية الهوائيات تعد من العناصر المهمة في نظام الاتصال اللاسلكي لا يمكن الاستغناء عن الهوائي طالما يوجد اتصالات لاسلكية فلابد من وجود الهوائي يمكن تعريف الهوائي بانه ادى معدنية تستخدم لاشعاع الاشارة الكهرمغناطيسية او استلام الاشارة الكهرمغناطيسية اذا وظيفة الهوائي اما اشعاع الطاقة الكهرمغناطيسية او استقبالها اذا كانت بتشعم نقول عنها هواء مرسل واذا كانت بتستقبل نقول عنها هواء مستقبل بشكل عام منظومة الهوائيات بتتكون من هواء الارسال وهواء الاستقبال هواء الارسال اللي بمكننا من اشعاع القدرة الكهربائية وهواء الاستقبال هو الاداء اللي بتمكننا من استقبال الامواج الكهرمغناطيسية وتحويلها الى جهاز الاستقبال يمكن زيادة الاشعاع من الهوائي باستخدام عدة طرق احدى الطرق هي زيادة تردد التيار في الهوائي او زيادة الطاقة الكهربائية للهوائي او تصميم الهوائي بطول يساوي نصف طول الموجة المراد اشعاعها عشان هيك طول الموجة او التردد مرتبط بابعاد الهوائي اذا كان الطول الموجي كبير فاحنا بلزم اننا نصمم هوائي بابعاد كبيرة حتى يتمكن الهوائي من اشعاع الموجة الكهرمغناطيسية بطريقة وبكفاءة عالية خصائص الهوائيات تشترك الهوائيات في معظم الخصائص سواء كانت هوائيات رسال او هوائيات استقبال واهم هذه الخصائص هي خاصية الكسب او الربح وترجمتها الجين الكسب هو عبارة عن مقياس لقدرة الهوائي على تكبير طاقة البث الخارجة من الهوائي في مساحة معينة اذا الكسب يشير الى كثافة الطاقة المنبعثة في منطقة معينة طبعا اذا كبرت الطاقة في مساحة معينة زادت جوجة الاشارة في تلك المنطقة ويقاس كسب الهوائي بوحدة يطلق عليها الديسبل الخاصية الاخرى هي الاتجاهية ويقصد بالاتجاهية يقصد بها قدرة الهوائي على تركيز الطاقة المنبعثة منه على اتجاه معين اكثر من بقية الاتجاهات ويسمى الهوائي الذي يتمتع بهذه الخاصية بالهوائي الموجه للطاقة Directional Antenna من امثلة الهوائيات الموجهة هوائي المايكروويف اللي بيربط نقطة مع نقطة اخرى طبعا الهوائيات هان لازم يبقوا اقبال بعض وهناك هوائيات غير موجهة بنسميها Omni Directional Antenna هذه بتقوم على بث الطاقة المنبعثة من الهوائي بشكل متساوي في جميع الاتجاهات زي ايش هذي زي هوائيات محطات البث الازاعي الهوائي بيبث في كل الاتجاهات وبالتالي المستقبل اينما كان يمكن التقاط الاشارة المنبعثة من هوائي الارسال كما هو الحال مع الاذاعة ابعاد الهوائي يعتمد طول الهوائي على طول الموجه وبالتالي على ترددها كلما زاد طول الموجه كلما زاد ابعاد الهوائي والعكس صحيح علشان احنا نعمل او نصمم هوائي بكفاءة عالية لاشعاع الموجات الكهرومغناطيسية يلزمنا انه يكون طول الهوائي يكون من مضاعفات ارباع وانصف طول الموجه يعني اذا كانت الموجه طولها ميت متر فممكن يبقى طول الهوائي خمسة وعشرين متر او خمسين متر اما بيبقى ربع الموجه او نصف الموجه انواع الهوائيات هناك عدة انواع من هوائيات تتفاوت ابعادها واشكالها بشكل كبير جدا حسب نوع نظام الاتصالات منها هوائي نصف الموجه ثناء القطب الهوائي هذا بتكون من سلك معدني طوله نصف طول الموجه ويعد هذا الهوائي الاساس اللي انطلقت منه معظم الهوائيات يمكن ان يعمل هذا الهوائي ضمن نطاق ترددي من 3 ميجا هيرتز الى 10,000 ميجا هيرتز يستخدم في مجال الاستقبال التلفزيوني يوجد نوع اخر هو هوائي ثناء القطب المطوي يعني يعد هذا الهوائي تطوير لهوائي نصف الموجه ثناء القطب حيث تم وصل القطبين معا بوصلة طولها نصف الموجه طبعا لجعله اقوى ميكانيكيا نفس النطاق تقريبا يعمل من 50 الى 10,000 ميجا هيرتز يستخدم ايضا هذا الهوائي في مجال استقبال التلفزيوني بشكل كبير حيث يتمتع بعرض نطاق ترددي كبير هوائي احادي القطب هذا الهوائي يبلغ طوله ربع طول الموجه المراد بثة وهو عبارة عن موصل يوضع فوق سطح الارض ويعزل عنها ويعد هذا الهوائي لا اتجاهي ويعد هذا الهوائي لا اتجاهي يعني بشعب في جميع الاتجاهات يستخدم هذا الهوائي بشكل رئيسي للبث والاستقبال من جميع الاتجاهات كما هو الحال في البث الاذاعي وهوائيات المركبة المتنقلة هوائي الياجي يستخدم هذا الهوائي أو يعد هذا الهوائي من اكثر الهوائيات العملية انتشارا خاصة في استقبال محطات التلفزيونية على النطاق الترددي VHF والUHF وإشارات الFM هوائي البوق أو الهورن انتنة طبعا هذا الهوائي يعد من الهوائيات المايكروويف الموجهة وليس غير موجهة يستخدم هذا الهوائي بشكل اساسي في اتصالات المايكروويف ويتمتع بعدد مزايا كخفة وزنه وسهولة تركيبه على الابراج أخيرا هوائي الصحن أو الدش وهو عبارة عن سطح معدني مقعر على شكل صحن يعمل على تجميع الأشعة في بؤرته كما تفعل المرايا المقعرة طبعا هذا يعمل ضمن نطاق ترددي كبير من 1 إلى 10 جيجا هيرتز لذلك هو يستخدم في الاتصالات الفضائية لاستقبال محطات التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية في المحاضرة القادمة سنتناول ان شاء الله أنظمة المايكروويف والأقمار الصناعية في الختام نشر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة